وعشان نحافظ على مصر وعشان نحافظ على بلدنا لازم كنا نتخذ مجموعة من السياسات علشان نرشد استهلاك المياه الزراعة هي القطاع اللي بيستهلك اكبر قدر من المياه في مصر وفي العالم كله تقريبا احنا بنستهلك حوالي 70-80% من حصتنا من مياه النيل ومن المياه في الزراعة علشان كده لو كنا عاوزين نرشد الاستهلاك حقيقي في المياه لابد ان احنا نفكر في ترشيد الاستهلاك المستخدمة في زراعة الارض المصرية وده لا يمكن ان احنا نستغنى عنه لان ده الامن الغذائي علشان كده كان لابد يكون في تعاون بين وزارة الري ووزارة الزراعة في تنفيذ استراتيجية متكاملة للحفاظ على الامن الغذائي والحفاظ ايضا على نقطة المياه اللي بتساوي حياتنا خلينا نتكلم النهاردة عن اهم السياسات اللي بتتخذها الدولة والاتخذتها في الفترة السابقة لترشيد مياه الري والحفاظ على امننا الغذائي والحديث عن هذا الموضوع يساعدنا ان نصديف الاستاذ الدكتور اشرف كمال استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية اهلا بحضرتك معنا فلو اهلا بحضرتك استاذ نهلا ومشاهد القناة الكرام طبعا يعني اتكلمنا عن ان الدولة بقالها فترة بتاخد مجموعة من الاجراءات علشان ترشد مياه الري بشكل خاص خلينا نتكلم مثلا عن المشروعات اللي عملتها الدولة خلال الفترة السابقة واعتقد لا يخفى على احد فكرة طبطين الترع لان كنا نتكلم عليها من فترة طويلة دكتور اشرف هذا في غاية الاهمية سيدتي وفي الواقع بواجه عام فان العالم يواجه ثلاثة ازمات عالمية الاولى منها الزيادة السكانية وثانيها التغيرات المناخية وثالثها ندرة الموارد الطبيعية وفي قلبها المياه لان المياه ضرورة ماسة للانتاج الزراعي وبدون مياه فليس هناك انتاج زراعي وليس هناك امن غذائي الدولة المصرية كما تفضلت حضرتك قامت بعديد من المشروعات في اطار ترشيد استهلاك المياه من ضمن تلك المشروعات مشروع تبطين الترع وتبطين الترع يعمل على وصول المياه الى نهايات الترع والى الحقول التي لا تصل اليها المياه ولقد كانت تلك مشكلة عويصة تواجه الزراعة المصرية خلال العقود الماضية تم العمل على حل تلك المشكلة بكل وضوح فضلا عن ان تبطين الترع يؤدي الى جوانب بيئية وعدم وجود حشرات وآفات وقوارد وما الى ذلك ويوفر الفقد في المياه بشكل كبير ويزيد من كفاءة الري على المستوى الحقلي بشكل كبير ايضا هناك مشروعات دخل يعني في تبطين الترع اذن كده لما بطن الترع منعنا ان احنا نلقي فيها الحلوانات النافقة منعنا ان احنا نلقي فيها الدجاج النافق زي ما كان بيحصل الناس اللي كانت بتشتكي في نهايات الترع عن المياه مش وصلة لها لان ما عندهمش مياه لما حنبطن الترع المياه توفرت والبخر قل فكده بيوصل لهم في نهايات الترع برضو المياه هذا صحيح هذا صحيح ودفل ذلك مشروعات كبيرة في اطار تدوير استخدام مياه الصرف الزراعي يتم تدوير مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها في الري وقد تم ذلك من خلال افتتاح الرئيس لمشروعين ضخمين احدهما محطة مياه المحسمة التي حصلت على جائزة دولية منذ عامين ومحطة مياه بحر البقر وهاتان المحطتان تعملان على تغذية شمال ووسط سيناء الحبيبة والعمل على استزراع 700 ألف فدان هناك جزء كبير جهد يبزل في بحيرة المنزلة من خلال قواتنا المسلحة الباسلة وتكريك للبحيرة وتنظيف للبواغيز وأعادة الثروة السمكية إلى سابق مجدها إضافة إلى بحيرات البرولوس وإدكو ومريوت والبحيرات الداخلية قارون وبحيرة ناس طيب لما دلوقتي نعيد تدوير مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي نقدر نزرها عليها نوعيات زي إيه مثلا يا دكتور إحنا يعني مثلا دول جارة زي إسرائيل على سبيل المثال يعني ما عندهاش مصادر مياه كبيرة لكنها بتعتبت بالأساس على إعادة تدوير المياه وبتدورها مرة واثنين وثلاثة وبتزرع عليها إيه المحاصيل اللي ممكن إحنا نزرعها عليها قصتا إن إحنا منتكلم دلوقتي مثلا عن إن إحنا ما عندناش أعلاف من الطار للإستران من الخارج هل هي قابلة لزراعة أشياء قد تفيدنا في أمننا الغذائي أو الأمن الغذائي للحيوان اللي هو جزء من أمننا الغذائي كإنسان؟ بشكل كبير وطبعا الأمن الغذائي للحيوان جزء من الأمن الغذائي للإنسان لأننا نعمل على زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني حتى يصل إلى 24 جرام في اليوم بشكل كبير محاصيل الأعلاف لها دور كبير في هذا السياق هناك محاصيل تجود مع ارتفاع نسبة الملوحة بأجزاء من المليون كبنجر السكر على سبيل المثال هناك كثير من المحاصيل حتى المحاصيل الحقلية يمكن أن تجود في هذا السياق لأنه تتم معالجة تعرف بالمعالجة الثلاثية لتلك المياه بحيث لا يتبقى فيها أي أجزاء من المعادم الثقيلة الضر أصلا بصحة الإنسان وإحنا نتكلم عن ترشيد استهلاك المياه وإذا كانت طبطين الترع وإعادة تدوير مياه الصار فيه كمان حاجة مهمة جدا أن الفلاح المصري اعتاد على الرأي بالغمر لفترات طويلة جدا من الزمن وهو مش أخد باله أنه ممكن يؤدي إلى أن الأرض نفسها جودتها تقل مع الزمن بظاهرة تطبيل الأرض الزراعية أو غيره دلوقتي فيه اتجاهات للرأي الحديث وبدأ فيه إقناع بوسائل كتير جدا وحقول تجربية بنوريها للفلاح عن أهمية الرأي المطور أو الرأي بالتنقيد نتكلم عن الرأي المطور ودوره فيه ترشيد الاستهلاك وفيه إنتاج محاصيل وحفاظ على الأرض من خلال هذا الإنتاج هذا في غاية الأهمية في الواقع أستاذ نهلة وهذا الإطار يعني مشروع كبير تقوم به وزارة الزراعة والتصلاح الأراضي بتعاون وثيق مع وزارة الرأي والموارد المائية وفي إطار هذا المشروع يتم تحديث أسليب الرأي وإنشاء خطوط بقروض ميسرة بفائدة لا تتجاوى بدون فائدة لا تقدم أي فوائد في هذه الحالة بدون فائدة معفاة من الفوائد ويعني أنواع الرأي المطور في الواقع إما هي الرأي بالتنقيد أو الرأي بالرش أو الرأي المحوري وله فوائد جمع سواء للمزارع أو للدولة للدولة بلا شك يعمل على ترشيد استخدامها الرأي وتقييل الكيميا المستخدمة يصل الوفر إلى أكثر من 30% في هذه الحالة وبالنسبة للمزارع ثبتت مختلف الدراسات والأبحاث أن أسليب الرأي المطور تؤدي إلى خفض التكاليف رغم ارتفاع تكاليفة فابتة في البداية التي يتم دفعها عند الإنشاء لكن بعد ذلك التكاليف المتغيرة تكاليف الجارية تنخفض ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير ويؤدي إلى تحسين جودة التربة بشكل كبير فوائد جمع لكل من المزارع والدولة من استخدام أسليب الرأي المطور نتمنى والله أن كل المزارعين يقبلوا على هذا النوع من الرأي وإن كلفهم في البداية لكن إذا كان فيه قروض لإتمامها وبدون فوائد زي ما حرك ذكرت يبقى داع على المدى البعيد مفيد لي ولمصر كلها فوق شح مائي بهذا الشكل هذا صحيح طبعاً اتكلمنا عن تعاون وزارة الرأي مع وزارة الزراعة ولابد أن يكون فيه استراتيجية عامة بيعملوا من خلالها على توفير كل نقطة مية ومواجهة التغيرات المناخية إيه أبرز المحاول اللي بيشتغل عليها وزارة الرأي وبيسندها وزارة الزراعة في التنفيذ فيما يتعلق باستراتيجية الحفاظ على الميال ذلك أمر أحاوي جداً يعني والتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الرأي والموارد المائية هو تعاون على مدى الساعة لأنه يعني لا نستطيع أن نقوم بتحقيق الأمن الغذائي إلا من خلال هذا التناسق والتناغم وهناك لجنة يعني مشتركة برئاسة الوزيرين وتضم رؤساء القطاعات من كلتا الوزارتين لذلك التنسيق استراتيجية وزارة الرأي والموارد المائية تعتمد على محاور ثلاثة رئيسية أوله هو تنمية استخداء تنمية الموارد المائية يتم تنمية الموارد المائية ذاتها على سبيل المثال تنمية الموارد المطرية ويعني نرى التغيرات المناخية الآن يعني والآن مؤتمر كوب 27 المعقد في شرم الشيخ عن التغيرات المناخية تلك التغيرات المناخية أدت إلى ارتفاع في معدلاته طول الأمطار في بعض المناطق وجفاف في المناطق الأخرى فلنا أن نحول التحدي إلى فرصة وأن نستفيد من مياه الأمطار التي تأتي في غير موعدها أو التي يطول فترة هصولها من خلال ما تقوم بوزارة الرأي والموارد المائية من عمليات حصاد للأمطار وإنشاء سدود لحجز الأمطار حتى يمكن استخدامها في رأي تالية بالإضافة إلى الأمطار على سبيل المثال في إنبات محصول الشعير ذلك فيما يتعلق بتنمية المصادر المائية وأيضاً تنمية المصادر الجوفية مع مراعاة يعني معدلات السحب الآمن من تلك الآبار هذا هو محور تنمية المصادر المائية المحور الثاني هو محور ترشيل الأمطار اللي بتعطل دي بنخزنها يعني عندنا دلوقتي وسائل نحتفظ بيها مش حضيع في الأرض ولكن هتخزن علشان نستفيد بيها في زراعة الشعير وزراعة غير محاصرة هذا صحيح نعم محور الثاني فأنا بيه المحور الثاني هو محور ترشيد استهلاك المياه الري ولقد تفضلت ونقشته مع حضرتك في الجزء الأول المحور الثالث هو الاستفادة من الإطار التشريعي وقد صدر قانون الري والموارد المائية في مصر يعني الذي يجرم التعدي على الموارد المائية والتعدي على المجاري المائية يعني تهدف كل تلك المحاور إلى معالجة التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بالموارد المائية وذلك تنغوما مع استراتيجية وزارة الزراعة والستصلاح الأراضي والتي يرتكز محورها الأول على زيادة انتاجية وحدتين الأرض والمياه لا نركز على انتاجية وحدة الأرض بالمتر المربع أو بالفدان المربع فقط إنما نركز على عائد الوحدة الإروائية أي العائد من متر مكعب من المياه يعني يتم دراسة هذا العائد واحتمالاته المستقبلية نعم وده شيء مهم جدا في استراتيجية الدولة تماشيا مع حفاظنا على الأرض بواجهة عام وعلى المياه ومواجهة للتغيرات المناخية وتكيفا معه أنا بشكر وود حضرتك شكرا جزيلا لأستاذ دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية على وجودك معا شكرا لحضرتكم مشاهدي القناة الكرام شكرا لكم مشاهدينا بكده بكونوا سلطة لاختام حلقة اليوم من مصر جميلة مصر دايما جميلة بحضراتكم غدا إن شاء الله حيكون اليوم النهائي من قمة المناخ وحنا في انتظار التوصيات وأهم المقترحات اللي حتصدر عن هذه القمة وأهم الخطوات التنفيذية اللي حيتخذها العالم للحفاظ على كوكبه غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء موسيقى موسيقى